بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الجديد في قناة مدرستي في درس جديد هذا الدرس يتناول هذا التمرين الذي هو من نماذج التمرين التي يمكن أن تطرح في الفرض الأول بالنسبة للجدع المشترك العلمي أو التقني الدورة الأولى التمرين يقول هذا التمرين يوجد في درس الحسابيات أو يهو من درس الحسابيات لاريتمي تيك فاكتوريزي 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 4x² x égale 4x²-1 plus 3x plus 1 plus 2x plus 1 فاكتوريزي 2x plus 1 moins 2x plus 1² et la deuxième question c'est résoudre e de x égale 0 donc on va commencer par la première question on va factoriser e de x on a e de x égale on va écrire e de x e de x égale 4x²-1 plus 3x plus 1 فاكتوريزي 2x plus 1 moins 2x plus 1 le tout au carré 1 اذا سنقوم بتعميل هذا المجموع سنقوم بتعميل هذا المجموع اذا لاحظوا هنا لدينا معامل او عامل مشترك e de x plus 1 في الحد الثاني ثم e de x plus 1 في الحد الثالث سنحاول أن نرى هل هناك هذا العامل المشترك في الحد الأول نلاحظ بأن 4x أس 2 يمكن أن تكتب على شكل مربع يعني 2x لكل أس 2 ثم ناقص 1 يمكن أن نكتب على شكل مربع فنحصل على متطابق هما من الرطبة الثالثة من الرطبة الثانية يعني المتطابقة الثالثة المتطابقة الهمة الثالثة من الرطبة الثانية إذن A أس 2 ناقص B أس 2 على شكل A أس 2 ناقص B أس 2 إذن سنحولها إلى جداء A زائد B عامل لأناقص B إذن نعيد الكتابة 2x plus 1 و 2x plus 1 كاري هذه تكتب على شكل 2x ناقص 1 أو زائد 1 عامل لأناقص 2x ناقص 1 يعني A زائد B عامل لأناقص B فنحصل على ما يلي يعني نعيد الكتابة مرة أخرى إذن لدينا هنا عامل مشترك 2x plus 1 2x plus 1 ليس هذا بل هذا الأول 2x plus 1 إذن 2x plus 1 سأعمل به 2x plus 1 يتبقى لدي هنا 2x موانزة 2x ناقص 1 ثم زائد 3x زائد 1 ثم لدينا هنا ناقص 2x زائد 1 لكل أس 2 إذن ناقص 2x زائد 1 في 2x زائد 1 يتبقى ناقص العدد ناقص أو الإشارة ناقص ثم 2x زائد 1 لأننا لدينا هنا مربع نحافظ على القوسين لأننا لدينا إشارة ناقص ثم بعد ذلك سنزيل إشارة ناقص أو سنزيل الأقواس لأن إذا كانت الأقواس مسبوقة بناقص لابد من تغيير ما بداخل الأقواس لكي لا نخطئ إذن نكتب 2x زائد 1 عامل 2x زائد 3x نحصل على 5x 2x زائد 3x ثم ناقص 1 زائد 1 نحصل على صفر فهذا يتبقى لدينا ناقص 2x ناقص 1 هنا ناقص 2x ناقص 1 لأنه تغيرت الإشارة بإزالة الأقواس إذن نبسط الكتابة 5x ناقص 2x يساوي 3x ناقص 1 إذن إذن سنكتب إذن سنكتب إذن سنكتب إذن سنكتب إذن سنكتب السيرة الثانية التي هي التعميل 2x زائد 1 إذن السؤال الثاني عامل 3x ناقص 1 3x ناقص 1 3x ناقص 1 3x ناقص 1 إذن سنكتب إذن سنكتب أو 3x ناقص 1 إذن سنكتب يعني أن ناقص 1 على إثنان وهو 1 على 3 وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل